اشتركوا في القناة اعزائي المشاهدين اخوان اخواتي خير ما احييكم به في هذه الجمعة المباركة تحية الاسلام تحية من عند الله طيبة مباركة وتحيتهم يوم يرقونه سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في عدد جديد متجدد من حصتكم الاسبوعية لقاء الجمعة والله اسأل ان يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اخواني اخواتي ما من مجتمع اراد ان ينجح في هذه الحياة الا وله شروط ويجب ان تكون لبناته متراصة فيما بينها ومهما تطورت البشرية في شتى المجالات اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا فلابد ان نجد فئات من المجتمع فقيرة تحتاج الى التعاون تحتاج الى عمل الخير في هذا اللقاء المبارك احبة في الله وددنا ان نتطرق الى موضوع له من الاهمية بمكان الا وهو العمل الخيري او العمل التطوعي ما هي نظرة الاسلام الى هذا العمل الشريف لماذا الناس يحتاجون لبعضهم البعض في هذه الحياة وما هي ثمار العمل الخيري على مستوى الفرض وعلى مستوى المجتمع تلكم اسئلة واخرى سنتدارسها ان شاء الله عز وجل مع ضيف عزيز علينا يحل علينا في هذه الجمعة المباركة الا وهو فضيلة الشيخ الامام الحاج حجاج مرحبا بك شيخ اهلا بك الحاج نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل هذا السعي في ميزان حسناتكم ان شاء الله سبحانه وتعالى الحاج وددنا ان نتطرق في هذه الجمعة وفي هذا اللقاء الى موضوع لهم الاهمية بمكان الا وهو كما اسلفت الذكر العمل الخيري بادئا ذي بدء شيخ ما هي نظرة الاسلام ونحن نعلم ان الاسلام دين شمولي دين متكامل ما هي نظرته الى العمل الخيري بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين على فضله ومنه وكرمه ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين سيد الاولين والاخرين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم اما بعد شاكرا لكم في البداية الاستاذ الكريم على هذا اللقاء الطيب لقاء الجمعة نسأل الله عز وجل ان يجمعنا دائما على محبته وطاعته ثم من خلالكم لمشاهدي قناة البلاد احييهم جميعا بتحية طيبة مباركة في هذا اليوم مبارك خير يوم انطلعت فيه الشمس السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته موضوع مهم جدا استاذنا الكريم تطرحونه للنقاش والإصراء وهو موضوع الساعة في الحقيقة ونحن نعيش فصل الشتاء وما فيه من معاناة لشريحة واسعة من المجتمع موضوع مهم جدا يتناول قضايا الفطرة او قضايا اصل الخلق موضوع مهم جدا يتناول فلسفة الحياة ومعادلة الحياة التي تقوم على الثنائية المتقابلة الخير والشر والحق والباطل والفقر والغنى والمحتاج والمعطي والاخذ وهكذا هي الحياة طبعا العمل الخيري في الإسلام الإسلام هو كله خير الإسلام مبني أساسا على فعل الخير الخير فيما تعلق بين العبد الله عز وجل في طاعته وعبادته أمر بالخير بل إن الله تعالى وصف أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنها خير أمة والإسلام برمته صلاة وصيام وزكاة وحجا خلاصته فعل القير نداء الله عز وجل وخطاب الله عز وجل لنا لجميع المؤمنين لأتباع هذا الدين العظيم جميعا يا أيها الذين آمنوا يا النداء يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم ثم قال والعطف يا أيها الناس اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم والعطف الرابع وفعلوا الخير على إطلاقه وفعلوا الخير على واش؟ العلة الغاية لمتمني لألكم تفلحون الخلق جميعنا أنا وأنت والمشاهد الكريم رجال نساء حاكما محكوم غني فقير صحيح مبتلى عالما متعلما حظري بدوي من يعيش في قمم ناطحات السحاب ومن يعيش في الأكواخ جميع الخلق من أصل واحد كما جاء في الحديث القدسي الجليل الخلق ينادي الله عز وجل الخلق كلهم عيالي فجميع الخلق بغض النظر حتى عن دياناتهم واتماءاتهم وهنا نجد الحديث عن نظرة الإسلام إلى فعل الخير ليس فقط مع الذي يخالفك في العقيدة والدين بل يتعدى فعل الخير إلى الحيوان في كل كبد رطب الرحمة سبحان الله أي نعم يتعدى فعل الخير إلى البيئة التي نحيا غرس الشجر والاعتناء بالشجر وأنها حسنة باقية حفر بئر وأنها صدقة باقية بل إن إطعامك لكلب أو حينما تسقي كلب على ضمى فعل الخير يؤهلك لأن تدخل الجنة رجل دخل الجنة في سقيا كلب وامرأة دخلت النار في هره لم تفعل لها الخير بل فعلتها شر دخلت النار في هره حبستها فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض نعود إلى أصل فعل خير الحديث القدسي المهم جدا الذي نسمعه الخلق كلهم عيال الله الخلق كلهم عيالي ثم يقول ربي سبحانه وتعالى الحديث القدسي فأحبهم إلي أنفعهم لعيالي نعطي مثال العائلة متكونة من ستة أو سبعة أفراد أب و أم و خمسة أو ستة أولاد الضعيف من الأولاد هو أقرب الأولاد إلى والده المريض أو الصغير أو المسافر حتى يعود فحينما نجد من الأبناء الأقوياء من يعتني بالضعيف من إخوته يكون ذلك الولد الذي يعتني بأخيه أحب الأولاد إلى أبيه لأنه رحيم بأخيه ولله المثل الأعلى الخلق جميعا جميعهم بلا استثناء كلهم عيال الله عز وجل فأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله سبحان الله وإليك هذا الحديث القدسي العظيم يقول الله عز وجل في حديث قدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسه وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا ثم يقول يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم خطاب الله عز وجل للخلق أنهم جميعهم يحتاجوا إلى الله عز وجل أنهم جميعهم وإن على شأنه وكثر ماله يحتاجوا إلى الله عز وجل لذلك جاء هذا النداء وهذا الخطاب الرباني لعباده لعباده كي يلتفوا كي يلتأموا كي يتعاونوا وهذه سنة الله عز وجل الناس خدموا لبعضهم وإن لم يشعروا ونحن صغار كنا نقرأ ونحفظ القرآن الكريم في صورة الزخرف ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضا سخرية السخرية حينما نقولها لعامة الناس حينما نقولها مفصولة عسابقها ولاحقها تعني استهزاء أو تمسخر به تمسخر ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ لم التعليل على وج درجات؟ على وج غني وفقير؟ على وج تطبيب ونمريض؟ على وج تمعلم ونمتعلم؟ على وج تحاكم ونمحكم؟ أو بالعكس قال ورفع بعضكم فوق بعض درجات لي على وج لا إلا يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لي على وج لتعارفوا تعرفوا ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليتاخذ هنا سبحان الله حتى تعبير القرآن الكريم وكانوا مجبر بالسيف عليك تخدمني ونخدمك ليتاخذ تأكيد مش معنى تتواحية لا مجبر أنت مجبر شيء تأم أبيت والناس خادم لبعضهم وإن لم يشعروا حتى لما تجيب أخبر تلقى روحك تخدمني ونخدمك شيء تأم أبيت بإرادتك أو بغير إرادتك قال الله عز وجل ليتاخذ بعضكم بعضا سخرية فسخر الله القوي تسخير نعمة التسخير وسنة التسخير هي سنة حتى في الحيوانات فهذا هو الأصل في ديننا فعل الخير والتعاون على الخير طبعا فعل الخير والتعاون على الخير كما أنه عبادة يؤجر صاحبها ويثاب صاحبها كما في الحديث العظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمنين كربة من كرب الدنيا كرب الدنيا كثيرة في الشتاء يحتاج أحدهم إلى من يقيه القر البرد يحتاج إلى من يطعمه يحتاج إلى من يحمله في سيارته يحتاج إلى من يكون إلى من يسخر له والناس حتى في بعض مناطق الوطن يقول لك ربي سخر أي بما أن الله عز وجل يفتح عليك ربي سخر إن شاء الله من التسخير من نفس عن مؤمنين كربة من كرب الدنيا كرب الدنيا في آخر مطاف هي كربة من كرب الدنيا تزول كما نزول وتنتهي كما ننتهي ولكن كرب يوم قيامة هي التي وصفها الله عز وجل يا إيه الناس إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وترى الناس سكارة وما هم سكارة ولكن عذاب الله شديد ووصف الله عز وجل فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز الفوز الحقيقي والعذاب الحقيقي والعيذ بالله فمن نفس عن مؤمن هذا هو المطلوب من المجتمع المسلم ونحن نتكلم فيه عن الفئة الخير المؤمن حينما تخاطبه بلغة ثوابه الأجل ينقاد نعم شيخ من هذا المنطلق يعني كثير من الناس ربما لم يفهم والمقصد من عمل الخير فتراهم اهتما بشتى العبادات من صلاة وزكاة وحج لكن قد تراه يهمل هذا الجانب جانب فعل الخير فلابد يعني شيخ لو يعني تذكر لنا بعض النصوص وبعض الأمور التي تحفز الناس كي يقوموا بهذا العمل العظيم عمل الخير فالخير جاء فيه شق إنساني تشترك فيه البشرية لذلك لا عجب أن تلقى مثلا المشاهير من الفنانين مثلا والرياضيين لا ينتمون إلى دينك وإلى عقيدتك تجدهم يؤسسون لجمعيات خيرية تطوعية أعمال خيرية بناء مستشفيات الاهتمام بالأطفال بالمرضى الأطفال المرضى مثلا السرطان وغيرهم شق إنساني شق إنساني هذا تشترك فيه جميع البشرية لذلك جاء خطاب الله عز وجل هذا الخلق كلهم عيالي وهذا حينما نتكلم عن الجانب الإنساني هم الأولى به في الأصل المؤمنون دعم لماذا المؤمنون؟ لأن الشق الثاني الدافع إلى فعل خير ثواب وأجر وحسنة وهذا نخاطب فيه المؤمن الذي يؤمن أن هناك جنة وهناك نار أن هناك حياة برزخ أن هناك الجزاء من جنس العمل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ من نفس الحديث الذي ذكرنا من نفس عن مؤمنين كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة من يسر على مؤسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة حاجتنا جميع البشر محتاجون مهما ملكت من الجاه والمال والسلطان لأنه كما قال عبد الملك ابن مروان لما حضرته الوفاة وكان خليفة وقد امتدت دولته ورقعة دولته إلى مشارق الأرض ومغاربها وأصبح له من الجيش والخدم والحشم والمال لما حضرت الوفاة وضع خده على الأرض ودخل عليه أحدهم يعوده فوجده يقول يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه الملك سيزول والمال سيزول قارون الذي قال إنما أتتوا على علم بين عشية وضحاها أصبح ظاهرها في باطنها كأن لم يغنى بالأمس سنة الحياة فالمحافظة على النعمة التي أعطاك الله عز وجل عليها وجب عليك فيها زكاة الله عز وجل يقول في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا من مال الله الذي آتاكم ويبارك الله عز وجل أيضا في المال الزكاة الأصل فيها أن الله عز وجل حينما يزكي حينما يصدق أنت تحفظ بذلك صحتك ودعوا مرضاكم بصدقة أنت تحفظ بذلك حياتك صناعي المعروف اسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حديث مهم جدا في فعل خير حديث أنصحوا الإخوة جميعا أن يكون عنوان في حياتهم شعار في حياتهم وهو مجرب جربه كثيرون وهم ثلاث جمل يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم صناعي المعروف تقيم صارع السوء تسمع بواحد يقول لك ده الحادث مرور لما تشوف سيارة مكسرة سيارة مخسرة تقول يستحيل أن الإنسان راحي هذا مجزأ فإذا به تلقاه واقف قدام السيارة تتعجب هنا ترجع الحديث صناعي المعروف تقيم صارع السوء مصرع اللي فيه سوء مصرع اللي فيه مقتله اللي فيه نهايته يخرج منها رجل يتعرض لمؤامرة دنيئة تخاط ضده المؤامرات والدسائس والمكر ثم بعد ذلك يخرج كما قيل منها كشعة من العجين وسبحان الله تعرض لكل هذه المؤامرات وأظهر الله براءته وخرج منتصرا في آخر المطاف أين عم لما صناعي المعروف تقيم صارع السوء المعروف يسلك صناعي المعروف تقيم صارع السوء وصدقة السر تطفئ غضب الرب وصلة الرحم تطفئ العمر فالسنة الحياة اقتضت أنه كل ما تدفع كل ما الله عز وجل يحفظها لك وفي صورة الكاف ونحن في الجمعة ويستنون لنا قراءة صورة الكاف الغلام أو الغلامين الذين كان كان والدهما صالحا وكان تحت الجدار كنز فلما أراد الجدار أن يسقط قال موسى وأمر أن يبنى ويعاد بناء الجدار الخضر عليه السلام لما العلة بعد ذلك الحكمة بعد ذلك الجواب قال وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان أبوهما صالحا الصلاح ليس فقط كما أشرت الأستاذ وهي نقطة مهمة جدا الصلاح ليس فقط كونك تحافظ على الصلاوات الخمس ليس فقط أنك تحج وتعتمر ليس فقط أنك تسهم رمضان أن تكون عبدا صالحا مع الله مع نفسك مع من يحيط معك في فعل الخير بل إن في ثقافتنا الدينية في ثقافتنا الإسلامية وفي تراثنا الإسلامي لو تدير واحد فيه الخير نحن وش نقوله بالعامية لو تزوج واحد أو تعاون واحد بشي سدد دينه أو تدير عملية جراحية مثلا الدوية في سبيل الله نقوله نحن عند الجزائين نقول لك في الأن حج فيه والله حجيت فيه عبد الله بن مبارك وهو من التابعين كان في العراق ينوي الحج وذهب مع ثل من أصحابه وطبعا من السنة إن الإنسان يكون يسافر مع جماعة يأمروا الواحد لنقالش واحد نباته هنا واحد في مكان في العلاء ندير واحد أمير نعطه هدراهم له ويقودنا وهذه من الحكمة في تشريع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطوا الجماعة أعطوا المال تاح من عبد الله المبارك وهم في طريقهم وجدوا أرملة الزوج تاح ميت ولها أيتام تطلب تطلب الناس العون فسألها عبد الله المبارك يا أمت الله أين الزوج توفي أين في معركة من المعارك الإسلامية فنظر في أصحابه ووضع المال كله بين يديها وقال هذه الكلمة هذا حجنا هذا العام الله الله ما أحوجناه نس بقوسين نفتح قوس الله يفتح والله يبارك نس لا يتحج كل عام وتعتمر كل عام جميل جدا أنك تدير مثلا بي سنة و سنة تحج مرة هنا وتحج مرة هنا أنا أعلم ويقين أن الكثير ولله الحمد من أهل الخير يحجون هنا وحجون هناك ويذهبون كل سنة ولكن في ثقافة الإسلامية أن فعل الخير لأن الحج تطوع لحج حجة الإسلام بعدها كله تطوع في حين أنك هناك فرائض مضيحة في الحي تاك فرائض عظيمة جدا لا يؤمن قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أعادها ثلاثا قيل ومن خاب وخسر رسول الله قال من بات شبعان وجاره جائع لبيك اللهم لبيك والجار تاك تهدمت إليها الدار نتيجة الأمطار الجار تاك عنده زوجة عندها عملية جراحية ولا ولد معاق وما قدرش بشي عالجه وانت تتروح جيب حجة تطوعا هذا حجك هذا العام هذه نظرة الإسلام وهذا الذي تعني حينما تقول نظرة شمولية في الإسلام شمولية في الإسلام حتى في الحيوان الحيوان الذي الذي ليس له عقل الحيوان الذي نهم نظرة الإسلام حتى إلى الحيوان إلى البيئة إلى الطبيعة التي تحيى نظرة الإسلام كل في فعل الخير وفي صناعي المعروف التي تقيم مصارع السر إن شاء الله شيخ ما هي ثمار العمل الخيري عندما نزرع هذه الثقافة فثقافة عام الخير في المجتمع ما هي الثمار المرجوع عند الفرط وعند المجتمع نعم وهو فيه نصوص كثيرة من جملتها قال الله عز وجل في القرآن الكريم يائه الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وعبودوا ربكم وفعلوا خيرا لعلكم تفلقون أول ثمرة لعلها هي الفلاح هي النجاح هي أنك تكون في الدنيا هذه بخير لأن الصناع المعروفة كما ذكرنا تعيشها في الدنيا نتاعك دعوة الوالدين ورد الوالدين تعيشها في الدنيا نتاعك فعل الخير أيضا تعيشوا في الدنيا نتاعك حتى نقولوا احنا نقول لك فلان والله الخير سلك المعروف رك دائر معروف وإحنا في عادة نخرج المعروف أنا واش المعروف؟ الله عز وجل ينزل الغيث سبحان الله قديموا بين يدي نجواكم صدقة من جملتها الراحة وهذه حديث سمعته لأول مرة من شيخنا شيخ عبد الرحمن شيبان الله يرحمه ورحمه الله حديث مرة استضفناه في المسجد لتدريس الجمعة فذكى حديث عظيم جدا جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله يا رسول الله ما الإيمان كيف نعرف رحب الله أني مؤمن حديث مهم جدا وهو قصير في مبناء لكن له من المعاني العظيمة يقول يا رسول الله كيف أعرف أني مؤمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن الله إذا كان جاك واحد وعاونته ومشيت معاه طلقت الأبواب بتاع المسؤولين وتوسطت بالمناسبة هذه تعتبره زكاة الزكاة ليس فقط نصاب تعمال تخرجه الزكاة عندك شوية معرفة باش تخدم واحد عندك أجر عندك دخلته للمستشفى عندك أجر دليته على طبيب أنجح عندك أجر دليته على عمل خيري عندك أجر وانت في سيارة تاعك وطلطب عليك الجار تاعك وقال لك الزوجة تاعي مريضي مريضة هذه تعتبر زكاة السيارة باش تحفظ السيارة باش تقيها الحوادث هذا الشيء صناعي ومعروف تقييم مصاري على السوء فالحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا سرتك حسنتك إذا كان درت حسنة صمت وكملت الصيام تحسب رعاك فرحان تصدقت وشفت صدقة تاحة شفت ثمار الصدقة شفت الطفل اللي عاونته وشريت له أدوة مدرسية في يوم الأيام أصبح الطبيب تكون فرحان إذا سرتك حسنتك في المقابل وساءتك سيئتك درت شر وما عاونش ورديت السبيل وأما اليتيمة فلا تنهر ورديت السائل وما درتش الخير بعدها تحس بالندم وتحل الخطأ فأنت مؤمن سبحان الله القلب يتحرك نعم فصناع المعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تقييم مصارع سوء هذه أول تمر اللي هي راحة نفسية اللي هي تجد الرضا عن نفسك راضي على روحك ما بخلش سنين البركة في الولد وكان أبوهما صالح عن في صورة الكاف الجزاء من جنس العمل كما تدين اعملوا فإنه كما تدين تدين الدين الخير تلقى الخير الجزاء والإحسان إلا الإحسان ثم سبحان الله في حكمة عظيمة جدا تقع في بعض الأحيان مع لآم الخلق وهذه صنة الحياة الخير والشر وأهل الحق وأهل الباطل والناس الملاح واللي مش يملاح ولد فاميليا ومشي ولد فاميليا فيقع أنك دلت الخير في واحد ما يستهلش يقع أو رجع لك شر يقع هذه سنة الحياة ولكن سبحان الله إذا كانت لك نية مع الله الذي أمرك بفعل خير إذا كان الغرض النية الإخلاص كالله أنه دلت الخير في فلان صحيح أعرفه قد يكون من أهلي وخيركم خيركم لأهله قد يكون أخ شقيق قد تكون زوجة قد يكون عم خال أرجع لك شر تأكد يقينا إذا كانت عندك ثقة في الله والعمل كان لله أن الله يرزقك من حيث لا تحتسب أنه في لحظة من اللحظة تكون محتاج إلى عون الله إلى يد الله عز وجل إلى قوة الله عز وجل يسخل لك ونحن نقرأ في السنة الثلاثة الذين أواهم الغار ثلاثة كما جاء في الصحيح ذهبوا في سفر في رحلة استجمام دخلوا غار فسدوا عليهم باب الغار دعوا ربي دعوا ربي دعوا ربي ما كاش الله عز وجل لم يفرج كربتهم وحدهم كان الحكيم وجرب الحياة قال كل واحد يدعو بصالح عمله نعم أي نعم يدعو بصالح عمله تفكر الخير لا قدير يا ربي لك أن درت الخير في المكان فلاني وكذا فرج عني ما أنا فيه ويقينا لأن الخير هذا موجود في أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة فقط هو يتفاوت كاين اللي ربهم سخروا على طول وكاين اللي في لحظة من اللحظات يدير الخير حتى وإن كان القلب تعقاسي ففعل الخير فرج كربتهم وخرجوا من الغار الحمد لله على ذلك شيخ جزاك الله خيرا إذا همنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الكلام في ميزاني حسنتكم إن شاء الله عز وجل هو في الحقيقة إذا كان ممكن نختم واحد دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله تفضل شيخ الناس صنفين الناس مفاتيح خير مغالق شر وفي المقابل مفاتيح شر مغالق خير يقول نبي صلى الله عليه وسلم الناس مفاتيح خير مغالق شر فطوبة طوبة قالتني أمبرك عليك ركال أبح فطوبة لمن جعله الله مش اشطرتك وقفستك بس كون في مفتاح خير ربي سخرك إن الله كما قال من عطاء الله سكندري إن الله إذا أحب عبدا استعمله هو ربي حبك بس كون مفتاح خير فطوبة لمن جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا لشر كما أنتم في حصتكم بارك الله إن شاء الله بارك الله فيك شيخ إخواني أخواتي أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون وإياكم استفد من هذه الحلقة المباركة ألتقي وإياكم بمشاءة الله سبحانه وتعالى في الأسبوع القادم إن شاء الله سبحانه وتعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته